أريد أن أعود لكم جريبتي مع الإصلاحات ومعلم المعلمية في هذا المغريب أولاً سأعرف بأن المعلمية التي تجعلهم أولاد الناس ويتعاملونه جيداً وما يغادرونك وما يدعونك فلوسك الحمد لله ربي لقال معنا بزاونا المعلمية لا يجب أن يكون معناس لا يفعلونه لا يخافون الله يدعون لك فلوسك ونصبوه عليك على أساس أنه في حالك يسحب اليوم بالدنيا ستقديمة اليوم قمت بتعديد خطائطين الناس وما لا يتم تحديدونها لأن أن يجب أن أخذ العين قمت بتعديد رسالة لنوع من المعلمين فقد رأيت عادي معي أحد الأن لا أفهم فقط ما تفعل في هذا المكان وقوم بالتغوف ، الممكن إضافة وفي العين قمت بتعديد المعيزة وفي العين قالت بمعيزة تمان لك وفي العين وعطيك لا يوجد عيد النوم لأساس انك مريقل والسيد يعطيك في نيتو أقسيموك الفلوس التي خرجتك بك بشيئ انتظر انك ذاهبين من مجرد ولم تقرأ بي اسمك هل يكتفهمه على الهان ؟ و لكن لا تقرأ بي اسمك لأنني لم تقرأ بي اسمك وليس لكوة التامة التي كان في السوق أعطيكم جريبة للإخوان مهم أنا كان عندي واحد ماحال كنت نصلح فيها عندي واحد ماحال أعودته كامل مهم نعم بدل البروجي ديالي بمشي كده كده نصلح فيه دقاء بدقاء كما نقول فمشي ختمينا روزنا دقاء بدقاء كنحطيه كده إذا منعرف اللول ما فاهمس ما عارفش ما فاهمس ما عارفش عارف وفاهم بحكمة الوالد عنده فاهمس ما عارفش فاهمس ما عارفش لدي بعض الخبرة بعض تجريبة في الأمور مه ما عارفش ديك التاريقة لتحديث مع المعلم فاشغال يجي عندك خسك لي واحد اللونغاش فعرف كيف شهدر معه لذلك الحليفة اللغة يدوز عندك خسك تستارو دارو وردو معه بواحد اللونغاش فما لينا لا لقاني الله معها واحد اولاد الناس فاهمس ما يجيب وفاهمس ما يجيب فاهمس ما يجيب فاهمس ما يجيب وانتو بغير تجريبوا مني العبرة من هذا الفيديو هذا فاهمس ما يجيبوا يعني أنه يجبكم دائما مالذي قوى فيقين وعيقين مثلا ما يريدنا أن نصلح مثلا واحد ديكور في المحل مثلا شهي عيبة خاصة شباب شهي ستون هذا الكلام يمكن أن أرى احد معلم واحد تعترف أنه تعترفه هذا المعلم واحد أصلا معرفة اللغة في السوق من الأول أن يجيب المعلم ما يجيب أن يقرأك يقرأك ويشوف الجيس السواء يكونوا دكين بحكم انه من كترش ما فهمت احتكاكات ديالهم مع الناس وكذلك يقولون انهم يقرأوا بنادم يعرفوا هذا الذي نزقه الفايق من هذا الذي لم نزقه فايق أنا لم أكن نزقه فايق كيف ننظر معكم في الواقع يأتي مثلا يقول لك انتا لم تشيصه مثلا يقول صعفر عندك خدمة مثلا بحاجة بانك أنت خدمة من كيف نبقى صعب يأتي معنى ما نقول يقدري الغارات صعب الغارات صعب يقول له هذا للهدان فهو يقول احدا ثمان قليل azioni ثمان أنتك تجد طبيعا سعر يقديرك ويقوم بحاجة أنه يضع في آخرين يُقوم بحاجة ثمان مثلا كان من أحدا تمان درهم هذه الخدمة هكذا وخرا يعمل على 400 دلم أو 500 دلم و يعمل على 600 دلم هو يغفل عليك و يضرب عليك بـ 1200 أو 1300 دلم لماذا يضرب عليك 1300 دلم؟ لأن أولا أنت السداجة لك لأنك أنت الغلاط مثلا الغلاط اللي قمت بها كان الغلاط ديلي أنا المسؤولين ستتحملها أنا لأنني أنا اللي ذات النية يجب أن تكون مع الناس يجب أن تكون فاق وعايق لأنك تكون مع الناس سيأكلون فأنت تتحمل نية لا تقوم بعمل أيضا لأنك يجب أن تقوم بعمل أيضا أنا الوالد لدي كان دائما يقول لي فما تريد أن تصلح شيئا تقوم بكثيرا تقوم بكثيرا و ترى ما يفعل أغسل عمام لكي يدروا الإصلاحات مثلا الإخوان إذا كان هناك شخص تريسيان أو مثلا أي خدمة في حالك لكي يكون في بريكوما السباغ أو أي حاجة يجع عندك المعلم و تقول لك يالله مثلا أعطيكم على سبيل الميتة بريكوما أي حاجة أعطيكم على سبيل الميتة سيضرب معكم السباغ و يقول لك و تقول لك و تكون لديك أحد شخص يربح معك لا يوجد شيئا يصبح خود مع الدروقري يجب أن يرحب من من الميتة و تقدس و يأخذها يقول لك لأنني سأخذك السلعة لا أعطيه لأن هذه السلعة يربح معك فهمت فأنت تكون تدامي و تجد أن تجد تجد أن تجد أن و تنتظر لأنه لذلك أن تجد أن نصاب يتم أن تتتحق و تكذب لا تطيئ و تتضحك و تكون طائمة هذا لا أعمل أكثر شيء أثناء عدد الأخير ستحق و تشترك أجل و تتفهم لذلك إذا كنت كنت فقال تتحرك القناة أني يتم إيجاد أني مصباح الأفضل و أحسن أن افضل لأن لا تدود لأننا أصبح مصابة سوف يستمرون كثيراً المعلمين لا يتعرفون للتعامل يتعرفون المسافة لأن أكثر أفضل و الأفضل ولكن لا يمكن أن تصدف وجب أن يكون أكثر يمكن أن تصدف تنسى أحدهم أصدقائيا هذافر كل المعلمين المناتين معرفة يخبرون شخص المهم ويقومون وفقك وحما أتيت وحما أخبرته وحما أخبره شرفت الأشياء تبدأ أنه تجرح دبن نداق لدي اخ Tada كنت ترافعت مع اخي المبلغ مالي فقط لدي اشبق nih اشبارة فهذا ي снова يقيم هيا يكون عطي التأكد للماذا يستعصى لي عطير تعالى نحن نحسب لك نحسب لك سمح لي 200 درهم كان زيدا يجب أن يأخذ هذا العقاب 200 درهم زيدا لا يرده يجب أن يأخذ وحد خوار الدراري أعطيته الأمانة ناضه وحسبه وقام 100 درهم زيدا ومسكين ناضة أهلية هذا هو الناس لا تريد أن يدخل ناره في الوضع الحرام لا تريد أن يدخل ناره هذا هو القادم أن نتعامل معه لماذا؟ لأنه ابن الناس ليس غدار لأنه غدار والناس تأكل رزاق من الدم هذا لا يطفره في حياته هذه الرسالة التي يدخلها في أنزوقة ومعلمية ومع الطيور ويقول لك لا تأخذ ذلك صاحبي تكون نية وزوينة صاحبي لا تكون عباد الله لا تريد أن تكون لا تريد أن تتعامل لا تريد أن تتعامل لا تريد أن تتعامل لا تريد أن تتعامل لا تقرم لكن الأخير لا تريد أن تأخر لا تتعامل لأنه متأخر كيف تفهم أن يكون لأكثر لأنه ودử معلcos وتشترك منهم اذا كانت تغافلت لكم وتوصف المعلمة أو عن معلومة وتشترك منهم وتشترك منهم اذا كانت تحتجلك منهم كيف أتجرون منهم تشترك منهم تشترك منهم نحن التهجرة ستحرك منهم لأنه صعبكم هذه الحياة قادمة دائما لكم دعوني إجراءنا وحالانا طيبا رزق زوان خودوا خبيز يا كون وصعب يصير يا صاحبي أريد أن تربحون ما صحة أريد أن تدروا التروة صحة والله أعبركم أن تدروا بر رب الإله الذي أعمركم ستدروا قاسمين بالله الذي أعمركم أن تدروا وأنتقبيا نعود كما قلت لكم في بداية الفيديو نعود لهذا ونعود لهذا السبب أن تنته لا تفهموا النية هي التي تجعله بداية الفيديو تكون نيتك زوانة والقلب يضي وتريد أن تجعله بداية الفيديو رب سيجعله بداية الفيديو وسيزيدهم لك أما تكون دكية في الحواج والعباد الله والعباد الله سوف تقديم فلاصك سوف تزيد سوف تزيد في حياتك رأي على نياتكم سوف ترزقون إذا كنت أنت واحد المعلم وعندك واحد يتعطيه لك الله سوف ترزق منها حلالة لا تقديم فلاصك لا تقديم فلاصك وعندما يتعطيه لك وعندما يخصر لك لك العبادة لكي تتعطيه لك وكذلك تقديم الحمام وكذلك لا تقديم فلاصك وكذلك سوف تتعطيه لك ولكن تريد أن تصلح لك شيء يصبح حاضب على المعلم يصبح حاضب على سلعك امتنسيو حداري يا الشيء موهم كل جديه فيديو يعد أن تصبح لكم بشيئ